أن نرجس عليه السلام كانت جارية للسيدة حكيمة سلام الله عليها وليست جارية لمن؟ للإمام الهادي هذه الجارية ولدت في بيت السيدة حكيمة يعني مو جاءت سبية أو اشتريت من سوق النخاسين أو غيرها أو كانت على ديانة وثنية أو على النصرانية لأن الرواية المشهورة تقول أن نرجس عليه السلام كانت نصرانية لذلك رواية أنها ولدت في بيت حكيمة عليه السلام وولدت على الإسلام في بيت الطهارة رواية بالمقاييس التاريخية معتبرة بل في غاية الاعتبار الآن ما هي جنسيتها؟ هذا الأمر الثالث عندنا أكثر من رواية عن الأئمة المتقدمين وهذه الرواية العجيب موجودة عند السنة وعند الشيعة تذكر أن الإمام المهدي عجل الله تعالى له الفرج هو ابن أمة سوداء إذا السوداء ممكن تكون رومية هذه أيضا معارضة أكثر من رواية والشيخ النعماني في كتاب الغيبة يصحى هذه الروايات ويبني عليها رواية في كتاب الكافي يتحدث الإمام الرضا عن ابنه الجواد ثم يعرج عن الإمام المهدي سأنقل النص قال بأبي ابن خيرة الإماء ابن النوبية الطيبة الفم المنتجبة الرحم تجمع أما سوداء نوبية تتلاءم القضية أو لا جدا مناسبة فلذلك الأرجح بالنظر إلى هذه الروايات المختلفة طبعا عندنا مجموعة كبيرة من الشواهد أنا استقرأتها في هذا الكتاب أن نرجس عليه السلام كانت من بلاد النوبة